اشتركوا في القناة احلام هتشوفها في المنام الاحلام دي هتفرحك او ان في فرحة قادمة لك ان شاء الله طبعا اخوانا عزائي هنتكلم عن العلامات بالتفصيل ولكن قبل ما نخش في التفاصيل احب اقول لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشتراك ليصلكم جميع فيديوهاتنا بالاستمرار ولو حد عند رؤية او حلم وحب يفصرها ممكن يكتل لنا في التعليقات وان شاء الله هنتوصل معي والرد عليه في اسرع وقت اول حاجة اخوانا عزائي يعني ايه فرحة لقلبك يعني ان ان شاء الله بإذن الله في احلام بتشير ان في فرح قادم عندك او في حاجة هتفرحك يعني انت عايش في هموم او عايش في قرب مثلا او عندك مشكلة نفسك تنتهي المشكلة ديت او عندك مرض اعزاكم الله ونفسك المرض ده ينتهي من عندك فطبعا العلامات او الاحلام اللي هنتكلم عنها دي ان شاء الله تخبر ان في فرحة قادمة الفرحة دي ممكن تكون ايضا زواج ممكن تكون انجاب ممكن تكون الحصول على اموال ممكن تكون مثلا حق ضايع منك وربنا اراد ان الحق يرجع لك فطبعا بتكون اشارات وعلامات تدل على الفرحة القادمة فليشوف رؤية من الرؤية اللي هنتكلم عنها دي او علامة واحدة من العلامات اللي بنذكرها او حلم واحد من الاحلام دي يبشر بفرحة قريبة جدا ويفرح ويتبشر خير ان شاء الله وطبعا زي ما عدناكم او زي ما قلنا ليشوف رؤية والرؤية تكون اه فرح بيها يعني كده يخرج عنها صدقة وان شاء الله هيفرح بإذن الله اول حاجة من الرؤية ديت اخوان عزاء رؤية لبس الخاتم في المنابل اخوان العزاء رؤية لبس الخاتم رؤية جميلة جدا رؤية تدل على ان في حاجة كويسة قادمة سواء للمرأة المتزوجة او للفتاة العزباء او للرجل اه طبعا بالنسبة للرجل بتبشره ان هو ممكن ربنا يرزقه بمولود وكذلك الامر المرأة المتزوجة بتكون اشارة لها الى الانجاب والله اعلى واعلم والفتاة العزباء لو رأيت ان هي بتلبس خاتم في المنام علامة واشارة جميلة جدا لان الفتاة دي ربنا هيرزقها بزوج صالح والله اعلى واعلم او ان هي بازن الله في ارتباط عن قريب جدا فطبعا اخوان العزاء لبس الخاتم في المنام او رؤية الخاتم عموما رؤية تدل على فرحة قادمة وبشارة قادمة بازن الله تعالى. كمان المرأة المطلقة لو رأيت ان هي لقيت الخاتم بتاعها فدي اشارة جميلة جدا الى انتهاء مشاكلها وربما اشارة الى رجوع عن قريب ان شاء الله. كذلك العمر لو المرأة المطلقة ايضا رأيت ان هي لبسة الخاتم اه القديم بتاعها او لقيت الخاتم زي ما قلنا بعد ضياع او ان هي اشترت خاتم جديد بيبشرها بارتباط جديد او زواج والله واعلى واعلى. فطبعا لبس الخاتم للاناس عموما او للنساء رؤية مبشرة جدا ورؤية مفرحة جدا تدل على ان في فرحة قادمة والله واعلى واعلى. رؤية الثانية اخوان العزاء رؤية جميلة جدا رؤية خبز العيش. يعني ايه خبز العيش? يعني ان الشخص يشوف نفسه ان هو بيغبز العيش. بيصنع العيش. سواء الرجل او مرأة. المرأة طبعا بتشوف نفسها ان هي بتغبز العيش او بتوزع الخبز مثلا على الناس او ان في خبز عندها في المنزل خبز كتير مثلا تشوفو. عموما هي اشارة الخبز رؤية جميلة جدا تدل على الرزق والفرج والفرح القادم باذن الله. اي شخص سواء الرجل او مرأة رأى ان هو في خبز في منزله او انه بيشتري خبز او انه بيوزع خبز او بيأكل الخبز او في حد اهدا خبز او ان المرأة مسلا رأيت ان هي بتخبز الخبز وطبعا بتوزعه دي علامة جميلة جدا على الاخبار المفرحة وعلى الخير القادم وعلى الرزق الواسع باذن الله تعالى. وفي بعض الاحيان بتبشر النساء بانجاب بتبشر النساء باصلاح احوال وانتهاء مشاكل. رؤية الخبز رؤية جميلة جدا في المنام. وخاصة ايضا لو شخص اهداك الخبز في المنام. علامة على ان في رزق قادم ليك باذن الله من جهة شخص معين. ممكن يكون الشخص اللي بيعطيك الخبز في المنام ده في خير قادم ليك من ناحيته والله اعلى واعلى. كذلك الامر اخوان عزيزي رؤية بناء المنزل في المنام. طبعا المنزل اهم شيء في حياة الانسان او المكان اللي هو بيعيش فيه. فطبعا لما نشوف في المنام ان احنا بننتقل من مكان لمكان منزل لمنزل اخر دي حاجة جميلة جدا. لما نشوف ان احنا مثلا بنبني منزل في المنام دي حاجة ايضا جميلة جدا تبشرنا بفرحة قادمة وانتهاء للمشاكل والهموم بازن الله تعالى. كمان اخوان عزيزي رؤية تنظيف المنزل للسيدة من الرؤى الجميلة جدا. زيها زي بناء المنزل. اشارة الى فرج. واشارة الى اصلاح مشاكل. واشارة الى فرحة قادمة ان شاء الله. المرأة لما نشوف نفسها ان هي بتنظف منزلها وبترتبه. علامة على اصلاحها احوالها وانتهاء مشاكلها. وعلامة على الخير القادم. وربما اشارة الى تحقيق امنية غالية في حياتها بازن الله تعالى. اخر رؤية معنا النهاردة اخوان العزيزي رؤية ركوب السفينة في المنام. طبعا ركوب السفينة علامة جميلة جدا على تحقيق الامنيات وخاصة لاي شخص منتظر امنية غالية عنده. يعني شخص منتظر امنية ونفس انه هي تتحقق ورأى ان في سفينة هو راكب السفينة وعدى بيها مثلا بحر عدى بيها من مكان لمكان مشيت السفينة كمان في المياه وماشية باستقامة اه ما بتتقلبش كلا ولا كلا فدي بشارة وعلامة على تحقيق امنية غالية بازن الله تعالى. وكمان مش بس ركوب السفينة كمان الماشي بالسفينة بطريق مستقيم دي علامة على تخطي الامور الصعبة. ان الشخص يشوف السفينة مسلا سواء الراجل او امرأة السفينة ماشية وفي طريق مستقيم. دي علامة على يعني تخطي الامور الصعبة في حياة الشخص. كمان العزاء دي كانوا اربع علامات مهمين جدا. بيدلوا على ان ان شاء الله في فرحة قادمة لقلبك. طبعا اللي يشوف علامة واحدة من العلامات دي يستبشر خير ويدا ربنا سبحانه وتعالى انه هو يحقق الأمنياته. وفي نفس الوقت ممكن تخرج صدقة كده بنية الفرج وبنية قضاء الحاجة. وطبعا اه افضل الصدقات في هذه الايام المباركة بازن الله ايام شهر رمضان. اعادوا الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. اتمنى يا اخوان العزاء ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر انشاء الله ليصركم جميع فضياتنا باستمرار. ولو حد عنده رؤية او حلم وحبي فالصرع ممكن يكتل لنا في التعليقات. وان شاء الله نتواصل معي في اسرع وقت. وعذرونا لو بنتأخر عليكم في الرد على التعليقات. وده طبعا بسبب كسرة التعليقات. شكرا لكم على المشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.